بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا أعزائي طلاب شركة أفاق التعليمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في الدرس الثالث من مقرر الدراسات الاجتماعية للصف الأول المتوسط وهو بعنوان نزول الوحي والدعوة تكلمنا في الدرس الماضي يا شباب عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض المحطات المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته في مكة تكلمنا عن ميلاده وعن نسبه وعن أعماله وعن زواجه وعن بعض الأنشطة التي شارك بها في المجتمع الذي كان يعيش فيه اليوم إن شاء الله نتكلم عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يا شباب بداية المقصود لابد أن نعرف ما هو الوحي الوحي يا شباب هو رسالة الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى الذي كان ينزل على الأنبياء كل الأنبياء والذي كان ينزل به جبريل عليه السلام تحديدا عندما نتكلم عن الوحي في الإسلام فنحن نتكلم عن نزول سيدنا جبريل بالقرآن الذي سمعه من الله سبحانه وتعالى ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بدأت طبعا قبل أن ينزل الوحي بشكل مباشر على النبي صلى الله عليه وسلم شباب بدأت بعض البوادر يعني بعض التمهيدات التي تجهز لهذا الحدث العظيم فكان أول هذه التمهيدات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح أو ما نسميه بالرؤية الصديقة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية وتتحقق كما رأىه صلى الله عليه وسلم فكانت الرؤية الصديقة هي أولى علامات أو أولى تمهيدات تزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم ثم حببت إليه الخلوة بنفسه والتعبد وده إحنا ذكرناه في الدرس الماضي أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى الابتعاد عن الناس وأن يخلو بنفسه في غار حراء ويتعبد إلى الله سبحانه وتعالى وظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال إلى أن بلغ الأربعين من عمره فنزل عليه الوحي طبعا يا شباب تقريبا سن الأربعين هو السن الذي أوحي إلى معظم الأنبياء فيه في شهر رمضان من سنة في شهر رمضان يا شباب من سنة 610 للميلاد يعني تقريبا في سن الأربعين للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا نزل سيدنا جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء طبعا تفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد كل عام في غار حراء في شهر رمضان تحديد وطبعا حدثت القصة المشهورة اللي جاءت في صحيح البخاري في حديث بدء الوحي هذا الحديث روته لنا السيدة عائشة عندما فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل الملاك وهو موجود معاه في الغار ثم نظر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بيقارئ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة أصلا فضلا عن أنه لم يجد أن سيدنا جبريل أعطاه شيء يقرأ قال صلى الله عليه وسلم فأخذني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني يعني سيدنا جبريل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه ضمة شديدة طبعا شباب سيدنا جبريل قوي حتى أن الله سبحانه وتعالى أصف في القرآن بأنه شديد القوة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن سيدنا جبريل ضمه حتى بلغ منه الجهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالتعب الشديد ثم أرسلني يعني تركني فقال أقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بقارئ قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني يعني سيدنا جبريل كرر نفس الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية حتى بلغ التعب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم للمرة الثالثة سيدنا جبريل يطلب من النبي أن يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يرد بنفس الرد وسيدنا جبريل يفعل نفس الفعل بعدما سيدنا جبريل أرسله في المرة الثالثة أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعني يعني يا شباب أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بدأت بكلمة اقرأ أول كلمة من القرآن كانت كلمة اقرأ وأول آية تكلمت عن العلم والتعلم والقراءة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب بعد هذا الموقف المهيم والمرعب قرأ الآيات كما أمره جبريل لأنه صلى الله عليه وسلم طبعا يعني كان خائف ثم عاد إلى بيته فزعا يرتجف قلبه يعني عرجع إلى بيته وهو خايف خوف شديد جدا بمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب إلى بيته كان في انتظاره أو في استقباله السيدة خديجة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل وهو يظهر عليه الخوف والهلع الشديد وقال لها زملوني زملوني يعني ضعوا الغطاء علي يغطوني السيدة خديجة ماذا فعلت يا شباب أول شيء فعلته هدأت من روع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأت تحاول أنها تقلل خوف وتوتره لم تسأل عن شيء لم تتكلم معه في شيء كل ما فعلته أنها نفذت ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تحاول أنها تذهب عنه الخوف والفزع وبعده هدوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص على خديجة رضي الله عنها ما حدث والنبي صلى الله عليه وسلم يا شباب أظهر نوع من الخوف للسيدة خديجة أنه يكون أصابوا شيء من الجنون أو شيء يعني مضر أو شيء سيء بالنسبة له لكن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة جدا ومشهورة جدا قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتقرد ضيفة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق يعني إيه هذا الكلام يعني السيدة خديجة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت إنسان كريم الخلق إنسان عظيم لا تفعل إلا ما فيه خير فأنت تصل أرحامك وتحمل الكل يعني تعين الضعفاء وتعين كل من هو فيه أزمة وفيه كربة تقرد ضيف يعني تكرم ضيفك تكسب المعدوب يعني تعطي الفقير تعينه على نوائب الحق يعني تقف مع الحق وتسعى إلى رد الحق إلى أصحابه وانطلقت السيدة خديجة بن نبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان من الحنفاء ثم تحول إلى النصرانية وكان يعلم إن الزمان أو هذا الزمان اللي بيعيش فيه زمن بعث نبي صلى الله عليه وسلم نبي سيبعث في مكة فلما النبي صلى الله عليه وسلم قص على ورقة بن نوفل ما رآه وما سمعوا من جبريل في الغار نظر إليه ورقة وقال له هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى كلمة الناموس بعناها الوحي يعني والبعض قال أنها بمعنى جبريل يعني اختلفت لأنها ليست كلمة عربية وورقة بن نوفل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون نبيا وسيدعو قومه وسيحاربه قومه ويخرجه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعد لهذه المهمة العظيمة طبعا الشباب بدأت الدعوة عندما أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يا قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجزة فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم وينذر الناس ويكبر ربه ويطهر ثيابه ويطهر نفسه وثيابه ويهجر كل أنواع المعاصي والمنكرات وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يقع في هذا لكن الخطب هنا يا شباب للأمة كأن الله سبحانه وتعالى يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة أن تطهر نفسها وأن تهجر كل أنواع المعاصي وفي نهاية الآيات ولربك فاصبر هذا ما ذكرته لكم سابقا يا شباب أن الله سبحانه وتعالى كان يعد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم فأمره بالصبر لعلى هذا الأمر أن نحن هنا في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب ستستمر دعوته 23 سنة سيرى فيها صعوبات شديدة حروب وتكذيب وتعذيب ومحاولات للقتل وأمور كثيرة جدا فأمره الله سبحانه وتعالى بالصبر بعد نزول الوحي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة التبليغ لكن في هذه المرحلة كان التبليغ سر أمره الله سبحانه وتعالى بأن يكون تبليغه سرا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يا شباب بأقرب الناس إليه أسلمت زوجته السيدة خديجة وربيبه ابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان يتربى في بيته وعلى يديه وكان عمره عشر سنوات ثم مولاه يعني خادمه زيد بن حارثة ثم أبو بكر الصديق ثم عثمان ثم الزبير بن العوام وطلحة وأبو عبيدة بن الجراح والأرقم ابن أبي الأرقم كما أيضا أن عدد من الموالي طبعا كلمة الموالي معناها الخدم أو العبيد يا شباب عدد من الموالي دخل في الإسلام كم منهم بلال بن رباح وصهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر وغيرها في هذه المرحلة يا شباب كانت الدعوة سرية لذلك لم يعني يواجه النبي صلى الله عليه وسلم تحديات كبيرة من قريش لكن بعد ثلاث سنوات أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بدعوته وكانت أو كان بداية هذا الأمر مع قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فكانت بداية الجهر بالدعوة أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي بأن يبدأ جهره بدعوته مع أقاربه من بني هاشم وبني عبد مناف دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فلم يستجيب له أحد تقريبا إلا علي ابن أبي طالب ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى أهل مكة صعد جبل الصفة ونادى يا صباحاه كلمة معناها يعني أنه يدعو الناس إليه فاجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إذا أخبرتكم أن هناك جيش من جيوش الأعداء يريد أن يهجم عليكم هتصدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا فالنبي صلى الله عليه وسلم شباب انتزع منهم أولا اعتراف بأنه صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم وأنهم ما عرفوا عنه أنه كذب قط بعد هذا الاعتراف قال لهم صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يعني أنا جئت لكم نذير من الله سبحانه وتعالى أريد أن أنقذكم من الشرك وأنقذكم من العذاب في الآخرة الذي يترتب على من يموت مشركا أول من رفض كلام النبي صلى الله عليه وسلم شباب كان عمه أبو لهب قال له كلمة والمشهورة تبا لك سائر اليوم أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام عنه وقام الناس فنزل أو أنزل الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب حكم الله سبحانه وتعالى على أبو لهب وزوجته أم جميل كان اسمها أم جميل بأنهم من الخاسرين في الدنيا والآخرة وأنهم من الكفار المشركين لأنهم كانوا يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم جميل زوجة أبو لهب تضع الأشواك والقذورات في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى الحرم للصلاة في الكعبة طبعا يا شباب بعد جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان الموقف المبدأي لقريش هو الرفض والمعارضة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان هذا الرفض هادئ لم يكن فيه عنف لم يكن فيه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم لكن بعدما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته أكثر فأكثر ويجهر ببطلان دين قريش يجهر ببطلان هذه الآلهة التي يعبدوها مع الله سبحانه وتعالى بل ويأمر أو يطلب من القراشين أن يهجروا هذه الآلهة هنا بدأ أو تحول موقف القراشين من المعارضة الهادئة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى إعلان العداء عداء صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتعرض لهم ولعقائدهم ولآلهتهم ورفض صريح للدعوة الجديدة وبدأ هذا الرفض يا شباب يأخذ شكل عنيف فيه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طبعا في هذه الفترة رغم المعارضة الشديدة من قريش إلا أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر قلوب أو شرح صدور بعض كبار القراشيين وأبطال قريش زي حمزة بن عبد المطالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب كانوا من فتيان قريش كما كانوا يسمون يعني من شجعان وفرسان قريش وكان دخولهم الإسلام فيه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد إسلام حمزة وعمر بن الخطاب تحول الموقف القراشي إلى العداء والعنف الشديد لأنهم شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكسب أشخاص أقوية ممكن يدعمه دعوته فبدأ القراشيين أو بدأت قريشة شباب تتبع مجموعة من الأساليب الهدف منها تنفير الناس من النبي صلى الله عليه وسلم الهدف منها صد الناس عن الإيمان ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يؤثر على الناس بدأ كان أول الأساليب التي استخدمتها قريش هي الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم والتعذيب لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم اضطهاد وتعذيب شديدين وصل الأمر لقتل بعض الصحابة ولتعذيبهم حتى الموت بعد ذلك يا شباب بدأت قريشة تستخدم أسلوب آخر لأن رغم الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم ورغم اضطهاد أتباع النبي وأصحابه إلا أن الإسلام ظل في صعود فبدأت تشويه أو برحلة تشويه الدعوة تصوير النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كاذب تصوير النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ساحر أو شاعر الهدف هو أن الناس ترفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نفسهم ثم بعد ذلك بدأت تستخدم أسلوب السخرية والاستهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه أنهم كلهم من الفقراء من العبيد وظل القراشين يا شباب يستخدموا هذه الأساليب مع النبي صلى الله عليه وسلم وازداد اضطهادهم وتعذبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يا شباب أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الحبشة لعدة أسباب أولا أنها كانت قريبة ليست بعيدة أو ليست شديدة البعد عن مكة ثانياً وده الأهم أن الحبشة كان فيها ملك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد ولأن هذه الأرض هي أرض صدق فبدأ بعض أباع النبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين يهاجروا إلى الحبشة ويهربوا بدنهم أو يفروا بدنهم من التعذيب في مكة بعد هذه الواقعة شباب وبعد ما رأيت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يجدوا متنفس فيه الهجرة إلى الحبشة ومع ازدياد أعداد الداخلين للإسلام عرضت حولة قريش أن تعود إلى الأسلوب السلمي مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه أن هم يجعلوا رئيس عليهم عرضوا عليه أن هم يجعلوا أغناهم مالاً عرضوا عليه الزواج رفض النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه العروض طبعاً لأنه صلى الله عليه وسلم موحى إليه من الله الحق يا شباب ليس فيه مساومة الحق ليس فيه مساومة والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقترح ساذج ظن منهم أنهم يستطيعوا خداع النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه أن يعبد آلهته بيوما ويعبد الله يوما ثم قالوا له فلما رفض النبي طيب قالوا له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رفض يا شباب لأن هذا كله كان من باب محاولة تشويه النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة إقصاءه عن الدعوة إلى التوحيد فرفض النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا وفي نفس الوقت فشلت قريش في استعادة بنهاجر إلى الحبشة فاتفق سادة قريش وكان منهم أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر أو جمع بني هاشم حتى الذي لم يسلم منهم وأعلمهم بالأمر فاتفقوا جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم ويغير النبي صلى الله عليه وسلم مسكنه ليسكن في جزء أو منطقة من مكة تسمى شعب بني هاشم يعني منطقة خاصة ببني هاشم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ودخل معه أقاربهم بني هاشم ودخل معه أتباعه فاتفق القراشيين على أنهم يحاصروهم في الشعب اللي كانوا يسكنوا فيه أو المكان اللي يسكنوا فيه لا يسبحوا لهم بالخروج ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم شيء ولا يشتروا منهم شيء بمعنى أصحى الشباب حاولوا أنهم يفرضوا مجاعة على النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا هذا الاتفاق الظالم في صحيفة أو في ورقة علقوها في جوف الكعبة وبالفعل استمر هذا الحصار يا شباب ثلاث سنوات وصل المسلمين فيه إلى حالة شديدة من الإنهاك والجوع والعطش لكن بعد ثلاث سنوات صلت الله سبحانه وتعالى على هذه الصحيفة اللي كانت معلقة في جوف الكعبة حشرة أكلت كل الورقة معداء الجزء اللي مذكور فيه اسم الله ونجح أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج البني هاشم والمسلمين من هذا الحصار وعادوا إلى مكة المكرمة لكن طبعا يا شباب في هذا العام اللي حصلت فيه أو في هذه الفترة اللي حصل فيها الحصار وفي العام العاشر للبعثة فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب أولا ثم زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وسمي هذا العام لعام الحزن طبعا يا شباب بعد هذه الصعوبات اللي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إصرار القراشيين على رفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدأ الله سبحانه وتعالى يكافئ جهد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت بوادر نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عن مكان آخر لنشر دعوته مكان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان بوادر النجاح كانت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل يثرب اللي هي المدينة المناورة قبل هجرة النبي إليها كان اسمها يثرب ومبايعتهم له في العقبة البيعة الأولى والبيعة الثانية في موسم الحج يا شباب قلنا قبل ذلك إن الحج من الأمور التي استمرت منذ بنا سيدنا إبراهيم بناء الكعبة إلى بعثة الدبي صلى الله عليه وسلم حتى مع تورط أو حتى مع ابتعاد القريش والعرب عن دين التوحيد إلا أن الحج ظل من الأمور التي يتمسك بيها العرب والقراشيين في السنة الثانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة المكرمة 12 رجل من أهل المدينة المناورة كانوا أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة العقبة منطقة موجودة الحين في ميناء في مشعر ميناء في مكة المكرمة وسيدنا عبادة بن الصامت واحد من هؤلاء الاثم عشر روى لنا قصة هذه البيعة ورواء رواها الإمامان البخاري ومسلم أنهم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا بالله شيئا عن أن يبتعدوا عن الكبائر زي السرقة والزنا وقتل الأولاد على أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصونه في معروف على أن من أطاع الله فهو من أعصى الله سبحانه وتعالى وعقف في الدنيا فهو كفارة له ومن فعل معصية من المعاصي وسطر الله عليه فحسابه إلى الله بعد هذه البعية يا شباب عاد القرشيين عاد آسف أهل المدينة المناورة الاثناشر رجل إلى المدينة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم فكان أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أول سفير في الإسلام كما نسميه وهو سيدنا مصعب ابن عمير كان ذهب معهم ليعلمهم الإسلام ويفقهم في الدين والحقيقة يا شباب أن سيدنا مصعب ابن عمير نجح في مهمته نجح كبير جدا وأسلم على يديه عدد كبير جدا من أهل يثرب في السنة التالية لهذه السنة يعني السنة الثالثة عشر من البعثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد جديد ممن أسلموا من أهل يثرب وكان عددهم خمسة وسبعين منهم ثلاثة وسبعين رجل ومرأتان بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم باعة العقبة الثانية وهذه البيعة اختلفت بعض الشيء لأن في هذه البيعة يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أنه سوف يأتي إليهم وأنهم سوف يتحملوا معه مسؤولية نشر الدعوة وأن هذه المسؤولية قد يترتب عليها أن يعادوا العرب وأن يقاتلوا العرب وتقتلهم العرب فبايع أهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى القتال معه وعلى الجهاد معه من أجل نشر الدين وهذا كان أحد الأسباب أنهم تم تثبيتهم بالأنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه في نشر الدين واختار النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيب يعني 12 نائب عنه تكون مسؤوليتهم تحمل المسؤولية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الإسلام وتوصيل الدعوة طبعا يا شباب هذا المسجد موجود الآن في مشعر منا في مكة المكرمة ويسمى مسجد البيعة لأنه تم بناءه على المكان اللي كان أو المكان اللي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شباب نقول قد أنهينا هذا الدرس إذا كان في أي أسئلة أو استفسارات انتظر إن شاء الله أنكم تطرحوها على موقع كلاسيرة أو في الحصة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته